السلام عليكم في عالم الألعاب دائما نشوف أجهزة تلعاب كثيرة ودائما الشركات تصنع أجهزة جديدة وفيه منها تنجح وفيه منها تفشل معكم إمرانة حازمي وفي هذا الفيديو راح أبركم أسبوع 10 أجهزة بعد في التاريخ وحاب أيضا أذكركم أنه سونا فيديو عن أفضل 10 أجهزة بعد في التاريخ فخلينا نبدأ في المركز العاشر عندنا جوال الـ Engage جوالات نوكيا كانت من أفضل الجوالات في فترة من الزمن ولكن الشركة شطحت وسوت جوال جهاز ألعاب محمول وأنا من الناس اللي امتلكت الجوال للأسف ومن سلبيات الجهاز ألعابهم كثيرة وكان في نفس الوقت أجهزة نتندر محمولة مصيدرة في السوق بس ألعاب أضف الجوال إذنك لما تتكلم مع أحد كان لازم تمسك الجوال بالأرض وكان شكلي جدا بايخ لما أكلم أحد بالجوال وأنا أضمن لك أكثر جملة راح تسمعها من اللي حولك شوف الهطف كيف ماسك الجوال من جد كان شكلي غبي والجوال باع مليون نسخة وفي المركز التاسع عندنا جهاز الـ CDI شركة فيلبس الشهيرة صمم الجهاز في السابق وكان من أسوأ الأجهزة تلعاب في التاريخ وهو جهاز الـ CDI وصدروا له ثلاثة نسخ والجهاز باع تسعمائة ألف نسخة من أسباب فجل الجهاز سعره الغالي وأيضا كان يد التحكم مثل ريموت التلفزيون تخيل يعني وأيضا كان غلط كبير من نيتندو أنه يعطونهم أعظم حصريتان لهم موقتة وهي زلدة وماريو وشركة سوت ثلاثة أجزاء للعبة زلدة نزلوا جزئين في يوم واحد وجزء الثالث نزلوه في بعض سنة وأيضا نزلوا جزء لماريو كان اسمه ماريو هوتيل وجابوا العيد في الأربع لعاب لنزلوه وشووا سمعة اللعبتين حسنا سمعتني يا فرنسس في المركز الثامن عندنا جهاز الـ VITRAL BOY هذا الجهاز يعتبر فضيحة من جميع النواحي حتى أخجل واستحي أن أقول لأحد أني اشترت هذا الجهاز نيتندو تعتبر من أعظم الشركات ولكن جابوا العيد يوم سووا جهاز الـ VITRAL BOY اللي باع 770 ألف نسخة الجهاز السيء لعدة أسباب أولا يشتغل على البطاريات وكان يستهل بشكل ما تتصور وثانيا كان لازم تثبته صح على مستوى صعيح على الطاولة وما يمديك تربطه برأسك ثالثا يجيب لك الدوخة والغثيان ورابعا العب مخيصة وخامسا الصورة أسود وأحمر والجودة سيئة والجهاز يعتبر نقطة صوداء في تاريخ نيتندو في المركز السابع عندنا جهاز 32X من سيقة كانت السلبية الكبيرة أنه لازم تنتلق السيقة جينيسس وكان سعره جدا غالي وأيضا مشاكله كثيرة وشركة استعجرت في إصدار الجهاز عشان بس ينافسون الجهاز السوبر نيتندو وباعت 665 ألف نسخة وكانت فعلا انفشل كبير لسيقة في المركز السادس عندنا جهاز الفير شايلد شانل الجهاز صدر في ثورة جهاز الأتاري وكان فيه شيء عبيض جدا في الجهاز وهو يد التحكم وكان مثل الأصل المثلثة وتحريكه كان جدا صعب وعبيض وتسعين في المئة من العابه موجودة أصلا على الأتاري وبعد الشركة 260 ألف نسخة في المركز الخامس عندنا تاري جاكوار جهاز الجاكوار نزل في عام 1994 في نفس سنة البلاي ستيشن وان ولكن ما توفق الجهاز من الرغم أنه أول جهاز 64 بيت والسبب كان الجهاز يعاني من مشاكل جدا كثيرة وإيضا ألعابه جدا سيئة هذا إذا أصلا اشتغلت اللعبة وبعد الشركة 250 ألف نسخة وإيضا أوقفت الشركة تصنيع الجهاز بعد سنتين من صدوره في المركز الرابع عندنا جهاز الجهاز فشل بشكل كبير والسبب ألعابه كانت جدا قليلة وغير مرغوبة وإيضا السبب الرئيسي هو أنه نزل بعد البلاي ستيشن وان بسبول وشهر بعد السيجا ساترين يعني ما كان له مكان في المنافسة وبعد الشركة 47 ألف نسخة في المركز الثالث عندنا جهاز الجهاز ماندو جهاز محمول غريب جدا من الصعب أحد سمع فيه لأنه باع فقط 45 ألف نسخة وبعد سنة الشركة أوقفت تصنيع بسبب الخسائر الكبيرة للشركة وإيضا كانت مديون الشركة بـ 300 مليون دولار والسبب الجهاز الفاشد اللي كانت ألعابه جدا عايدية وموجودة على أجهزة أفضل منه في المركز الثاني عندنا جهاز الأبل بانداي بيبن الكثير مننا يقولون ليس شركة أبل ما تسوي جهاز ألعاب ولكن بفعل الشركة سوت جهاز الأبل بانداي بيبن في عام 1996 وأكيد كثير مننا ما سمع عن الجهاز لأنه ما باع إلا 42 ألف نسخة ومن بعد سنة الشركة توقفت تصنيعه بسبب الخسائر الكثير اللي جات عليهم ومن هم أسباب فشل الجهاز إنه ما كان عليه إلا خمسة ألعاب فقط وأيضا سعره جدا غالي وبسعره تقدر تشتري في ذاك الوقت النيتندو 64 وأيضا بلاي سيشن 1 وأيضا فوق كثير ثلاثة ألعاب لكل جهاز وفي المركز الأول عندنا جهاز الليزر أكتف واللي باع 10 ألاف نسخة فقط وسبب الرئيسي إنه كان جدا جدا غالي وكان سعره في ذاك الوقت 970 دولار ونزل عام 1993 وكان أصرا موجود في ذاك الوقت جهازين أفضل منه بكثير وهو السوبر نيتندو وأيضا السيقة جينيسيس الشركة بعدما شافت مبيعات الجهاز أوقف تصنيعه بعد ثلاثة سنين ما أدري ليه ما أوقف التصنيعه من بعد أسبوع يحسبون إنه عندهم أمل في إنه منافسون العمالقة وكذا نوصل إنه هذا المقطع إذا أعجبكم المقطع لا تنسى الضغط على الزر اللايك والاشتراك في القناة وأيضا لا تنسى التابع المقاطع اللي سويناها كام معكم مرانا حازمي ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر